الشيف الهندي اللي قدامكم دوت بيعمل نوع من اشهر انواع الحلويات الهندية ولما بحثت عنه اكتشفت ان اسمه حلوى اللادو او اللادو والصراحة بهم من شكله حاجة في منتهى الجمال وكمان كان في ناس كتير او طلبة مني ان نجربه وقلت خلاص يبقى نجربه ونشوف الطعم عامل ازاي وبس كده كل اللي عايزه منك انك تتحمس معايا ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا اول خطوة هنقول باسم الله هنحتاجك كوباية من دقيق الحمص واهم خطوة ان الخلو كويس وهنضيف كوباية لربع مية لكن هنضيف المية تدريجيا مع التقليب عشان ما تلكعش معانا وبعد التقليب هتتحول معانا القوام خفيف بالشكل ده وكده احنا جاهزنا العجينة وثاني خطوة هنحتاج مصفة او مقصوصة لكن اهم حاجة تكون فتحاتها ضيئة وزي ما انتم بلاحظين كده فتحات هنا واسعة فانا هبدأ اضيقها دلوقتي هنحتاج ورق سلوفان وهنطبقه على بعض كده هنجيب المقصوصة او المصفة ونحطها كده بالشكل ده وهنبدأ نشيل الزيادات وهنتني ورق السلوفان بالشكل ده وبعد ما ضيفنا ورق السلوفان هنجيب خلة وهنبدأ نعمل فتحة بالشكل ده وبعد التفتيح هنبدأ دلوقتي في التسوية على نار متوسطة هنسخن الزياد بسم الله واول ما الزيت يسخن هنجيب شوية من الخليط وهنجيب المصفة او المقصوصة وهنقول بسم الله ونفض كده وبكل سهولة هنبدأ نغبط عليها بالشكل ده وبكل سهولة هنبدأ نغبط عليها بالشكل ده وبعد ما نخلص الكمية هنقلبها بالمغرفة بالشكل ده ودلوقتي هنستنى حوالي دقيقة ونطلعها من عنار وبعد مرور حوالي دقيقة والرغاوة قلت بالشكل ده هنقول بسم الله ونطلعها بالمغرفة كده وهنفضي في المصفة وهنصفي كويس من الزيت وهنطلعه على منادي المطبخ بالشكل ده عشان يمتص الزيت وهو ده كده الشكل النهائي بعد ما خلصنا بقي الكمية وهنبدأ نجهز الشرباط او العسل هنحتاج طبق وهنضيف لون طعام برطقاني وده حسب الرغبة وهنضيف عليه نصف كباية مية وهنقلب وبعد ما نقلب كويس هنسيبه على جنب وهنجيب طاصة وهنضيف كباية لربع سكر وهنضيف اللون اللي كنا سايبينه على جنب وهنرفعها على نار متوسطة وهنقلب لحد ما السكر يدوب وأول ما السكر يدوب هندفي النار وهنقلب بسم الله ونضيف الحبيبات المقلية وهنقلب كويس ونضيفين النار وبعد التقليب هنشغل متجاز على نار وطي خالص وهنستمر في التقليب بالروحة كده لحد ما يشرب العسل وأول ما يشرب العسل بالشكل ده هندفي النار وهنغطيه لمدة عشر دقايق وبعد مرور عشر دقايق هنقلب بسم الله ونضيفها في طبق وهنضيف عليها معلقة كبيرة سمنة أو زبدة سايحة وهنضيف أي نوع مكسرات أنا هستخدم فول سوداني وبعد ما نقلب كويس هنستمر حد ما تبرد ونرجع لكم تاني وأول ما يبرد الخليط هنقول بسم الله وناخد معلقة وهنبدأ نشكلها على شكل دائري وهنضغط عليها وهو ده كده الشكل المطلوب هنكورها بالشكل ده وهو ده كده الشكل النهائي بعد ما كورناها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وندوق حلوى اللادو الهندية مبدئياً كده من ناحية الطعمة أنا عايز أقول لكم إن طعمها في منتهى الجمال حاجة كده نعمة وطرية وطعمها بيدوف في البقر لكن كل مشكلتها إنك تحس إنها مزيتة أو تقيلة يعني أنا مثلاً كلت منها قطعة واحدة ومش قادر أكمل تاني فأنت لو ما بتحبش الحاجات التقيلة أو الحاجات المزيتة فطعمها مش هيعجبك وبس كده بيكونتها الفيديو بتاعنا وأشوفكم في فيديو جديد سلام